صحيح أن موقف حزب الله رسمياً من المبادرة الخليجية التي حملها وزير الخارجية الكويتي إلى بيروت لم يصدر بعد لكن المكتوب يقرأ من جمهوره فالهجوم الذي يشنه مناصر الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي يفهم منه أن حزب الله لا يمكن ولا بأي حال من الأحوال القبول بهكذا مبادرة وعبر الشيخ صادق نابلسي عما يدور في الكواليس بوصفه المبادرة بأنها ورقة أمريكية تروج لها دول الخليج والشروط هي إسرائيلية بامتياز كما يقول كل المبادرات الدولية والعربية الدبلوماسية عم تكون بذات الطريقة عم بتجرب تقنع أركان الحكم أنه ياخدوا مواقف ضد حزب الله أو أنه يأيدوا القرارات الدولية 15-59-17-01 على الرغم من أنه حزب الله وفق على اتفاق بعبدة رجع نقد التوقيع تبعه وقال نقعوه وشربه ميته مصير الورقة الكويتية اليوم هو بالحد الأدنى وبالحد المهزة بنقعوه وشربه ميته أما المصير الآخر فهو نحن عندنا مئة ألف مؤاتل وبالآخر بنعمل يلي بدنا يه داخليا وخارجيا جمهور الحزب استبقى أي موقف فهذا أحدهم رأى بأن الرد الواضح على المبادرة الكويتية بالظاهر الإسرائيلية بالمضمون تلخصه هذه العبارة لن نبدل سلاحنا برغيف خبز حتى أن البعض ذهب إلى القول أهلا بالحرب لم ولن نركع المؤامرة خليجية موقف حزب الله هو واضح جدا ضمن المحور الإيراني يلي هو عم بيقوم فيه دايما هو ما يخدم السياسة الإيرانية وقد جعل لبنان ورقة التفاوض مش أكتر على طاولة المفاوضات الإيرانية الدولية ولبنان اليوم أصبح رهين هذه الورقة أنه يكون هالورقة السياسية مش أكتر وبالتالي حزب الله لن يتوقف عن مهاجمة قادة الخليج دول الخليج كجزء من المحور الإيراني همه الأساسي أنه إيران تنتصر على الخليج اليوم وعلى دول الخليج وهذا إذا كان فيه مصلحة ضد مصلحة لبنان ما بهمه هذا الموضوع كثير بهمه المحور الإيراني وانتصار المحور الإيراني إذن حسم حزب الله خياره فلا الحليف ولا حليف الحليف ولا حتى الحكومة والدولة برمتها قادرين على ضبطه وإلزامه بالتهديئة ومن هنا فإن المرحلة بعد اجتماع وزراء الخارجي العرب في الثلاثين من الجاري لن تكون كما قبلها لكن الأكيد أن لبنان سيكون رهينة حزب الله وورقة ضمن مغامراته الإقليمية والدولية حتى إشعار آخر